أنا عارف الحقيقة فكرة اهتمام المركز واهتمام حضرتك بشكل خاص بزيارة المرضى من الفنانين يعني ده بدأ بأول واحد كان الفنان اللي رحمه الأستاذ فقود المعندس ومن وقتها عزمنا ان احنا نكون دايما نزور البقيين شي جميل حقيقة يعني لدرجة حركة لما مثلا رحت الفنان الراحل محمد ابو الحسن وبعتنا للصحافة ان احنا نكرمه عشان نشجعه فالتوله هتكرم قال لي معقولة قال لي سداني ان هاجيب نفسي وحتى لو بموت خليوني يجيبوني بنا ايه لو هاجي لكم لما بعثنا للصحافة بقي تصور بيا انت متأكد انه عايش طبعا عايش ما كانش يعرف انه عايش وجيب نفسه وعندنا صور قعد لحد من الناس كلها ماشيت ورمر ورد عليهم وقال لهم انتوا احلى جمهور في حياتين انتم رجعتولي الحياة مرة تانية وكتير وصور ببروني نفسي كان مر بظروف صعبة بعد وفاد ابنتها قدامها بحادثة وغير وغير فطبعا فرقت معهم صراحة يعني فيه الفنان اللي ارحم وفاد الخليل خمس سنين في المستشفى ده عذاب ولما رحت له خطره ايه قرآنية وكان قد ايه نفس المرح بتاعه رغم ظروفه كان قعد بقى بنفس الروح الجميلة الروح البهجة وكل الفنان دون يعني كانت الرسالة انا بشكر ربنا لانها طبعا فرقت قوي قوي معهم واعتقد ان حضرتك يعني بتؤكد ان الله محبة يعني ده شيء جميل جدا جدا وطبعا يعني هذه الممارسات بتؤكد هذا المعنى الله محبة ده لازم كمان احرك يعني كلنا نعيشها ببساطة يعني احنا رحنا في شهر رمضان مع هد الأورام اخدت كرال بتاع الكنيسة عندي مجموعة منهم وغنينا اغاني رمضان مع الاطفال جميل بتوع مع هد الأورام اللي في أصل العيني هم انبهروا حتى وكان معنا يا فنان هالعنبر وكاذا هات من الفنين وانبهروا وغنوا معنا يعني ازاي بنهتمى بالاهتمام ده لازم حضرتك يكون من كل قلبنا يعني لازم انا اشوف اللي قدامي وبالفعل انا بحب اعيش دي لازم تكون بتلقائية ومش تبقى تمثلية اشتطلع جميلة وصديقة لازم انا اشوف اللي قدامي انسان يعني واحد يقول لي انا فلان انا مسيحي انا مش قلتهم مسألك شاعدين مسألك شاعدين الموضوع دا ما بيخصونيش خالص مش تبعي احددك فلان في احتياج في كذا في كذا ماشي ماليش جاوب الدين خالص اشتركوا في القناة